حضرية في مدينة روسو بطول سبعة كيلومترات وكيفية الموائمة بين الأشغال في هذا المشروع من جهة وخلق متنفس للمواصلات وطرق التفافية تفاديا للاختناق المروري من جهة أخرى والاطلاع على التحضيرات والاستعدادات النهائية لبدء الأشغال في جسر روسو بعد اكتمال عمليات إخلاء مسار الجسر والدخول في الإجراءات العملية لانطلاق ورشات العمل مثلت إذن العناوين البارزة في زيارة وزير التجهيز والنقل السيد أحمد محمد محيميد لمدينة روسو للوقوف ميدانيا على مستوى الاستعدادات لهذين المشروعين الهامين قادتنا هذه الزيارة اليوم لأننا شفنا صحبة السيد الوالي شفنا الطريق الالتفافي اللي ضروري وأساسي إياك الشبكة الحضرية المدينة روسو تبدأ فيها الأشغال بشكل فعلي بهالي حركية السيارات الكبيرة حركية كبيرة وبدأت تأثر على الشبكة الحضرية ذاك الباقي منها في مدينة روسو وكان لابد لأن تعدل طريق الالتفافي إياك الضغط على المدينة يخف وتأخذ بعض الإجراءات والتي تعزز إن شاء الله شفنا أيضا العمل الكبير اللي قامت به لجنة التعويضات واللي هو داخل في الترتيبات الضرورية إياك الأعمال اللي قد تطلق في جسر روسو اللي هي التعويضات المواطنين اللي كانوا متواجدين على مسار على مسار الجسر شفنا على عين المكان لأن هذا العمل الكبير الحمد لله تم في ظرف قياسي ويا الله كل الفائلين يعودوا عارفين أنهم من الآن فصائدا لا هي يشتقلوا على أساس أن هذا الحدث يعدل بالطريقة اللي يتريق به واللي يتعدلوا حدث كبير حدث مقام بين دولتين شقيقتين ولا هي يخلق فيه تلاقي بين الأشقاء إن شاء الله وزير التجيزي والنقل مرفوقا بوالي ولاية تريرز السيد مولاي إبراهيم والمولاي إبراهيم والوفدي المرافق حرص على الاستماع من القائمين على مشروع جسر روسو إلى تفصيل كامل عن مستوى التجهيز لانطلاق أشغال هذه المشأة والمشاكل والمعوقات المطروحة بغية تلافها قبل انطلاق العمل الاستعدادات جارية على قدم وساق لانطلاق العمل في مشروع جسر روسو وقد اكتملت جميع التحضيرات اللوجستية والفنية لهذا المشروع الشركة الصينية المعنية بتصميم الجسر اكتملت استعداداتها وبدأت فعليا في أعمال التهيئة للعمل هذا إضافة إلى حضور جميع مكاتب الرقابة والإشراف وزير التجهيز والنقل اجتمعا في ختام زيارته لمشروع الطرق الحضرية في مدينة روسو وجسر روسو بالطواقم المشرفة على العمل في هاتين المشأتين ومكاتب الرقابة والإشراف واستمعا منهم إلى أبرز المعوقات المطروحة سواء تعلق الأمر بالجوانب اللوجستية والفنية أو الإدارية والمالية وأعطى تعليماته خلال هذا الاجتماع بضرورة الشروع الفوري في تنفيذ بنود عقد الاتفاق مع الشركات المشرفة على الأشغال والشركاء الفنيين مطالبا بالتقيود بمسطرة الإجراءات المنصوص عليها فيما يتعلق بدقة العمل واحترام الأجل أحمد ولندهمر قناة الموريتانية مدينة روسو